القضية مش بس انك انت تعمل خطوات تغير فيها نفسك ده هناك تغيرات بتحصل خارج نطاق تأثيرك لكنها بتأثر عليك احداث بتحصل في الحياة فيها تغيرات مالكش يقيد فيها لكن مطلوب منك انك انت تتأقلم معاها لانها مؤثرة جدا زي بالضبط البحار اللي راكب مركب بشراع وبعدين هو ظابط الشراع في اتجاه معين بحيث ان الريح باتجاهها تاخده في سكته فلو تغير اتجاه الريح وهو ما غيرش اتجاه الشراع وضبط الشراع ينكسر وممكن يتقلب وممكن الرياح تاخده في سكة تانية غير اهدافه وبالتالي لازم يبقى في كده ايه في تأقلم وضبط لشراع حياة الانسان مع التغيرات وده اللي بيسموه التأقلم مع الظروف الخارجية وده اللي العلماء بيقولوا في psychology today واحد من كل تلاتة بيعرفوا يعملوه يعني فيه واحد لما بتحصل احداث خارجية بيعرف يتأقلم معاها وقالوا كلمة غريبة جدا قال لك واثنين من تلاتة بيتسجنوا يتسجنوا في ايه؟ يتسجنوا في المعاناة انه مش عايف يعمل ايه ويتأقلم ازاي اضرب لك مثال واحد كان بيشتغل في شركة او في بانك جنب بيته وبعدين فجأة اتنقل في مكان بيستهلك اربع ساعات في السكة ساعتين رايحة وساعتين جاي تمدرك التغير الضخم اللي حصل في حياته هو اصلا بيشتغل تمن ساعات في اليوم ولا اكتر هيجيب الاربع ساعات دول منين وكان فيه انشطة في حياته الانشطة دي كان بيعملها في الاربع ساعات دول عنده اختيار من اثنين يا اما يومه اضرب خلاص شهره بل سنته كلها والتزاماته اللي عليه ما بقاش بس إلا بيروح الشغل او لازم يتأقلم وانا هقولك هيتأقلم ازاي سربك في القرآن بيقول على اكبر خطة بديلة على اكبر اختيار تأقلم بيه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم مع حدث كبير في حياتهم قال وهو الهجرة اذا كان مش مناسب وقلوب اهل مكة اغلقت طب هنعمل ايه نفضل في مكة وهم مكذبين ولا لازم نفكر فكرة تانية بديلة وبالتالي ربنا اتكلم عن الهجرة فقال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وساعة ربنا بيقول اللي يدور على بدائل يلاقي وفرة من ربنا سبحانه وتعالى والعلم يقولك في تفسير الاية دي اذا اغلق الله بابا بحكمته فتح عشرة ابواب برحمته مراغما يعني بدائل كثيرة وساعة كمان من ربنا سبحانه وتعالى وبتبقى مكافئة ربنا للانسان اللي عنده خطة بديلة وبيضبط شراعه ويتأقلم عشان يوصل للنفسه فيه مكافئة ربنا هي اعطاءه وفرة البدائل والتيسير والمدد بنت بتقول كنت خريجة جامعة محترمة جدا ومشتغلت في شركة كبيرة جدا لغاية ما تعرفت على ولد في الايلة كده مشتغل برا وعايش اغلب حياته برا وتعلقه ببعض وحبه بعض وهي بتشتغل في منصب كبير في شركة محترمة والمنصب ده اكبر من سنها فنجاح كبير قوي طبعا تعمل ايه هي بتحب الشغل هو مش هيقدر يرجع حياته واهله كلهم برا فقالت كان لازم يحصل تغيرات في حياتي مرتبطة بان انا مش هينفع اشتغل برا الا لما اعمل معادلة في شهادتي فسافرت بعد ما اتجوزت وبعدين الطريقة اشتغل في مكتبة في السنة ونص اللي كنت بعمل فيها المعادلة دي عشان اتأقلم على اوضاع البلد واعرف ادخل دخل نساعد بي في مصارفنا لغاية ما اثناء شغلي في المكتبة كنت باعرف اذاكر وعملت المعادلة واشتغلت في شركة برضو كبيرة هناك التأقلم ده ربنا بيساعد في قوي لانك انت في الاخر بتعمل حاجة بتخدم فيها نفسك بتعمل حاجة ربنا بيرضى عنها بس لازم يبقى عندك الفكرة دي فكرة ضبط الشراع فكرة المرونة فكرة البحث عن البدائل وتبقى دايما في بالك فاكر المثال بتاع الشغل والبنك والاربع ساعات قالك عشان تعرف تتأقلم مع التغييرات ثبت اوتاد اليوم يعني الراجل اللي اتضاف لاربع ساعات في المواصلات ده ولا في السواقة الجيم بتاعه راح لو كان بيقرأ حاجة راحت لا مراحتش هو هيبدأ يفكر اهم حاجة في يومي ايه اهم حاجة في يومي الرياضة بتاعتي عمل الخير اللي بعمله كل واحد بقى وأنشطة حياته القراءة اللي بقراها الدرس اللي بحضره ويبدأ يستف أموره على الكلام ده فممكن يخلي مثلا الجيم جنب الشغل ممكن يقرأ في المواصلات ممكن لو سايق بدل ما يقرأ كان بيقعد يقرأ في البيت ينزل الكتاب ده يسمعه في الطريق ما دلوقتي خلاص بقيت اغلب الكتب مسموعة المهم ان هو بيثبت اوتاد اليوم كل دي بلان بي وكل ده ضبط للشراع طيب غيره هيعمل ايه غيره ما زبطش نفسه فصلواته وقعت وقريت وراحت والرياضة مش عارف حصل فيها ايه ده يفاجأ بعد سنة انه بقى بيلفف فلك شغله بس وتعب والترفيهات اللطيفة او الاهداف الجميلة اللي كان بتكبره راحت بسبب عدم تأقلمه مع التغيير يبقى الخلاصة الاساس التالد في رحلة حياتك وانت بتبني علاقتك مع التغيير اضبط شراعك عندما تتغير اتجاهات الرياح وتأقلم مع التغييرات بتثبيت اوتاد اليوم والتركيز في اهدافك الاساسية وتغيير الاولويات حسب التغير اللي حصل برا المهم انك انت ما تتسجنش في معاناة التغييرات اللي مليك شئت فيها وخد رد فعل ببلان بي خطة بديلة يتناسب مع ما تتمنى ده كان الاساس التالت وانت بتبني علاقتك بالتغيير